صحة وسعادة صحة وسعادة صحة وسعادة صحة وسعادة البيان الصحي المصاحب لصحيفة البيان يعني هذا الملحق الذي يصدر بتعاون وثيق بين هيئة الصحة في دبي وصحيفة البيان وفي الملحق العديد من الأخبار المهمة في مقدمتها خبر يقول مركز دبي للتبرع بالدم يعزز ثقافة التبرع التطوعي حقق مركز دبي للتبرع بالدم الذي تأسس في مارس 1986 إنجازات متميزة ساهمت في تعزيز ثقافة التبرع التطوعي لدى أفراد المجتمع والتي وصلت إلى نسبة 100% كما حصل المركز على الاعتماد الدولي من الجمعية الأمريكية لبنوك الدم AABB منذ عام 2012 الأمر الذي ساهم في تعزيز الثقة بمأمونية وسلامة عينات الدم التي يجمعها المركز وقام المركز خلال العام الماضي بجمع 48296 وحدة دم تم توزيعها على مركز الثلاث سيمية بنسبة 38% مستشفى دبي بنسبة 19% مستشفى راشد بنسبة 18% مستشفى لطيفة بنسبة 8% مستشفى حتى بنسبة 2% مستشفيات القطاع الخاص بنسبة 15% كما تمكن المركز من تأسيس قاعدة لبيانات المتبرعين والتي تضم 227900 متبرع طوعي من مختلف الجنسيات طبعا أنا ما بتكلم عن فوائد التبرع بالدم ولا بتكلم عن أهمية التبرع بالدم ولا بتكلم عن هذه الأمور لأن كلها تعرفونها لكن مثل ما نقول دائما يا جماعة الخير يعني التبرع بالدم واحد من أهم الصفات الإنسانية اللي الواحد لازم يتحلى بها فإذا كنت أنت تمتلك كل شروط الصحية للتبرع بالدم يعني هذه دعوة للتوجه إلى مركز دبي للتبرع بالدم المتواجد فيه حرم السشفى اللطيفة هم يفتحون من الساعة 7 ونص إليه الساعة 7 المساء أعتقد هذا على الأيام العادية يعني الباب مفتوح جدامكم يا جماعة الخير ولا تتأخرون في مثل هذه الأعمال التطوعية الخيرية طيب في المنحق حوار مع الدكتور عبد الرحمن الجسمي المدير التنفيذ المستشفى دبي في تصريحات يقول فيها مستشفى دبي رائد الجراحات الدقيقة والمعقدة ويؤكد الدكتور الجسمي في الحوار أن المستشفى حقق ريادة عالمية وأصبح وجهة صحية لعلاج العديد من الأمراض وإجراء سلسلة من العمليات الجراحية المعقدة ومنها عمليات وعلاج الأورام السرطانية التي تجريها المستشفى عن طريق أساليب مبتكرة فريدة من نوعها إلى ذلك حزمة أخرى من الإنجازات التي تحققت على صعيد جراحة القلب وجراحة شرايين القلب المعقدة كالتشقق الشرياني والجراحات الأخرى الكبرى التي استطاع مستشفى دبي تطويعها بأساليب دكية مبتكرة ومن بينها ادخال تقنيات جديدة في جراحات المناظير وجراحات شرايين إلى جانب ابتكار جهاز مساعد قلب صناعي متطور لعلاج المرضى الذين يعانون من ضعف في عضلة القلب وغير ذلك من العمليات الناجحة التي أصبحت نماذج واقعية لأفضل الممارسات الطبية أيضا في خبر جديد عن الألم يقول 5.5 مليارات محروم من عقاقير تخفيف الألم التفاصيل تؤكد ما ذكر في تقرير دولي صادر عن الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات التي قالت أن نحو 5 مليارات و 500 مليون شخص لا تتوفر لهم العقاقير الضرورية لتخفيف الألم وأن الكثيرين يعانون أو يموتون في ألم لهذا السبب وذكر التقرير أن الوضع القائم خلق عدم توازن بين الدول الغنية والفقيرة حيث أن 17% فقط من سكان العالم يستخدمون 92% من العقاقير التي تحتوي على مادة الموروفين وقال التقرير أن ذلك الوضع أدى خلال العوام الأخيرة إلى زيادة إساءة استخدام تلك العقاقير وحالات الوفايات الناجمة عن الأفراط في تعاطيها في الدول الغنية أيضا يعني من بين الأخبار اللي أنا أحب دائما أقولها في بعض الأخبار اللي يعني تفتح النفس يعني تقول المزاج الجيد يطيل العمر قام مختصون فرنسيون بدراسة العلاقة التي تربط بين مزاج الإنسان وحالته الصحية وطول عمره ويقول علماء جامعة مومباليه الفرنسية المهم ليس عدد سنوات العمر الحقيقية بل عددها الذي يشعر به الشخص اشترك في هذه الدراسة أكثر من 10 ألاف شخص تراوح تعمارهم بين 24 عام إلى 102 عام وطرح العلماء على كل منهم السؤال التالي كم عمرك الذي تشعر به إضافة إلى هذا كان عدد على المشاركين إبلاغ العلماء عن الأمراض التي يعانون منها كما طلب منهم ملء استمارة خاصة بمستوى الكآبة لديهم وتبين من النتاج أن الذين يشعرون بأن عمرهم هو أكبر من عمرهم الحقيقية تميزون بليأسي من الحياة يزداد احتمال دخولهم إلى المستشفى بنسبة تزيد عن 10 إلى 25% عن الأشخاص الثانين أما الذين يشعرون بأن عمرهم أقل من العمر الحقيقي ويتميزون بمزاد جيد فنادرا ما يصابون بأمراض تتطلب مكوثهم في المستشفى كما أن غلبهم يعتني بهندامه يمارس مختلف أنواع الرياضة والنشاط البدني وهذه العوامل هي حسب رأي الخبراء سبب حالتهم الصحية الجيدة وبالتالي طول عمرهم أنا أتذكر واحد من الأصدقاء يمكن الآن عمره يعني 55 أو 57 ما أتذكر ما شاء الله عليه يعني من النوع اللي يهتم وايد بملابسة يهتم وايد بمظهرة فيقول يقول يا محمود أنا بعيش إن شاء الله لين 120 سنة تخيلوا البلان ما لي يقول أنا عشت نص عمري بعدني فيه وايد أشياء في حياتي ما سويتها وبسويها فشوفوا العقلية اللي تتواجد عند مثل هذه الأشخاص فهذا اللي نحن نتمنى وهذه الدراسة تؤكد يعني تقول أن الشخص اللي مزاجه زين ومزاجه جيد هذا الشي يطول في عمره أيضاً في وقت نقرأ بعد خبر ولا نطلع فاصل نقرأ بعد خبر طيب خلوني أختار لكم خبر من الأخبار الغذائية يقولون الخوخ المجفف يقي من المخاطر الناجمة عن التعرض للإشعاع كشفت دراسة علمية أشرف عليها باحثون أمريكيون أن تناول الخوخ المجفف يقي من هشاشة العظام الناجبة عن التعرض للإشعاعات وقالت الدكتورة نانسي تيرنر من قسم التغذية وعلوم الأطعمة بجامعة تيكسس وزملائها طبعاً أنا ليش أقول الاسم لأن أذكر عبدالله إسماعيل في البرنامج عنده كان يقول دراسة ويقولون دراسة ودراسة أنا شو عرفني أنها هي الدراسة صح فقلناكم الاسم والجامعة وكل شي عموماً نانسي تقول أن نتائج الدراسة قد تكون لها نعكاسات مهمة للأشخاص المعرفة بشكل كبير للإشعاع المؤين وتشمل المرضى الذين يخضون للعلاج الإشعاعي ورواد الفضاء والعمال الذين يعملون في غرف الأشعة وضحايا الحوادث النووية وتفسر الدكتورة تيرنر أن فقدان العظام الناجم عن الإشعاع المؤين هو مصدر قلق صحي للعاملين في المهن أو في الحالات التي تتعرض للإشعاع حيث يمكن أن تؤدي لضعف الهيكل العظمي وشاشته وأوضح الباحثون أن تقديرات تشير إلى أن هشاشة العظام هي المسؤول عن أكثر من 8.9 ملايين حالة من الكسور في مختلف أنحاء العالم كل سنة وتوصل العلماء في معرض أبحاثهم إلى أن الخوخ المجفف يخفض الجينات المرتبطة بانهيار العظام أو هشاشتها وهو الأكثر فاعلية لمنع فقدان العظام الناجم عن التعرض للإشعاعات المؤينة وأشاروا إلى أن الفاكهة تحتوي على نسبة كبيرة من مادة البوليفينول ولها خصائص مضادة للأكسادة ومضادة للإلتهابات وأضاف الباحثون أن الخوخ المجفف يحوي مكونات نشطة بيولوجيا يمكن أن توفر السلامة للهيكل العظمي الناجم عن العلاج الإشعاعي يعني بالمختصر اللي يتعرض للإشعاع واللي ما يتعرض ياكل خوخ المجفف فيه فوائد كثيرة فاصل مستمعين وبعد الفاصل لنا وقفات حقيقة مع عدة محطات صحية وطبية وإدارية وخاصة بهية الصحة وخارج هيية الصحة فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة والجزء الثاني من حلقة اليوم في برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيية الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المتميزة والمتألقة بكم إذاعة نور دبي طبعا مستمعين اختتمت يوم أمس بدبي فعاليات المؤتمر الخليجي السابع لأمراض وجراحة الصدر بحضور ومشاركة واسعة من الأطباء والمهتمين في هذا المجال الطبي المتخصص للحديث عن هذا المؤتمر يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور بسام حبوب استشاري ورئيس قسم أمراض الأمراض الصدرية بمستشفى راشد رئيس المؤتمر مرحبا دكتور مرحبتين يا سيد محمول صباح الخير كيف الحال؟ يا حياك الله دكتور من زمان ما تكلمنا معاك لكن خلنا نشوفه الحين في البداية ما نتحدث عن أهمية هذا المؤتمر وأبرز الجهات والجمعيات الإقليمية والعالمية اللي شاركت فيه طبعا أول شيء أنا أحب أشكركم وحب أشكركم على البرنامج الرائع اللي أنا أعتقد أنه فيه شريحة كبيرة الصباح التابعة علشان تعرف أهم الأخبار الصحية واللي حقيقة يعني هي تهم المجتمع المؤتمر كان استتاح في يوم الخميس تاريخ عشرة افتتح معالي حميث الدبامي المؤتمر هو المؤتمر الخريجي السابع المؤتمر نحن صار نسويه على سبع سنوات سابقة بالتعاون مع الجمعيات المماثلة داخل الخليج بالدات السعودية المؤتمر يكون دائما معانا الجمعية الأمريكية لأمراض الصدر وهي أكبر جمعية عالمية والجمعية الأوروبية فدائما يكون رئيسها موجود وممثل معانا يحضر المؤتمر حدود تقريبا الألف إلى ألف ومئتين مشارك يحضرون من داخل منطقة الخليج ومن خارج منطقة الخليج بالذات منطقة الشرق الأوسط بمن فيها باكستان إيران منطقة شمال أفريقيا إضافة إلى أوروبا المؤتمر محمود تقريبا يعتبر الثالث أو الرابع عالميا هو الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط كاملة بمن فيها تركيا بمن فيها إلى الهند حتى يعتبر أكبر واحد عالميا تقريبا يعتبر الثالث إلى الرابع بإذن الله إن شاء الله قريبا ممكن نحن نكون الثالث أو الثاني إن شاء الله تصيرون الأول بعد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله للمشاركة في هذا المؤتمر يا ترى ما هي أهم المحاور التي تطرق لها المؤتمر خلال جلسات العلمية والورش العمل إن كانت هناك ورش عمل مصاحبة لهذا المؤتمر المؤتمر السنة هذه أخر طابع مختلف شوية في دولة المرات نحن ما نسعى لن نكون مستضفين مؤتمرات فقط نحن عندنا قيادة ألزمتنا وألتزمنا نحن بمبدأ الابتكار فمبدأ الانيفيشن وتحقيق الانيفيشن فيما يحقق سعادة الناس والمرضى لازم ينعكس بشكل إيجابي على كل ممارساتنا ومنظمنا اختيار المؤتمرات وبالتالي المؤتمر السنة هذه أخر طابع مختلف أخر طابع أخذ الأمراض والدخول في مناقشات علمية حقيقية فكيف ممكن نسوي فيها عملية ابتكارات تنعكس إيجابيا على سعادة المرضى فقسم المؤتمر تقريبا إلى أربعة أيام كان يوم الأربعة ما يسبق المؤتمر يسمونه أو رشاة الأمل من قبل المؤتمر هذه أول يوم كانت ناقش أحدث التقنيات الحديثة في مجال أمراض الصدر من استخدام الألتراساوند التي هي الموجات فوق الصوتية من أجهزة المناظير التي الآن أصبحت تسوي تشفيصات دقيقة وتسوي أيضا أمليات علاجية فهذه خذة ورشاة الأمل كانت في أول يوم قبل المؤتمر كان يوم الأربعة يوم الخميس يوم افتتاح المؤتمر افتدينا النقش عن محاور المؤتمر فلنحن هي عندنا أربع أمراض رئيسية لنقشها دائما واحد نقشنا كل ما يتعلق في موضوع الحساسية والربو مثل ما تعرف وتكلمنا نحن هنا في السابق وكذلك محمود عندك أنت نسبة 13% من سكان البلد يعاني من الربو وهذه نسبة عالمية تعتبر من النسبة المرتفعة إلى حد ما مشكلتنا مع أمراض الربو إنه قاعدة تزيد وكل ما الإنسان يعيش بشكل متحد بشكل فيها مدينة وفي تلوث وثيارات وغيره كل ما هذه نتزيد بنسبة أكثر فتم مناقشة في اليوم الأول جميع ما يتعلق في أمراض الربو والحساسية وناقشنا أحدث التقنيات الحديثة وأحلث الأدوية في هذا المجال اللي هو يسمونه The Biological Treatment أو العلاج الحيوي وهو علاج مكلف ولكن هذه التوجه الآن التوجه الآن محمود أن كل مريض أزمة أو كل مريض ربو يختلف عن الثاني وبالتالي لازم تسوي شيء يسمونه Personalized Medicine أو العلاج الشخصي المفصل على كل واحد اليوم أنت لازم أنا أفحص لك صحف دم جيني معين عشان عرف الدول فلاني هذا ينفع والدول فلاني ممكن ما ينفع شخص شخص آخر فهذا الآن التجاه فتم في أول يوم مناقشة الأمراض كاملة وأحدث التقنيات في يوم الثاني ناقشنا ما يتعلق بأمراض انفداد الرئة اللي يسمونها الانفزينة اللي هي نتيجة التدخين اللي هي تسوي لك إيها بعد 20 سنة من اللافت للنظر أن 24% من عدد سكان الأمراض محمود مدخل وهذه النسبة الكبار لما تسوي إحصائية يمكن زادة والحين عند الصغارية نشوف صغارية قاعدين يدخنون أكثر بالضب الآن نحن قاعدين نشوف كم النسبة في طلاب مدارس يعني أنا أعتقد الآن في الوقت الحالي طلاب من الصف الآشر والهدعشر والثاني عشر أقل شيء نسبة 40% يا منهم دخن أو عند الصديق يدخن قد يغري أنه يدخن طيب أنت هذين الآن ما عندك مشكلة فيهم لكن بعد عشرين سنة تبتدي عندهم مشاكل الرئة تبتدي وبالتالي أنت لما تسوي مؤتمر الآن أنت قاعد تتخطط شو ممكن يصير بعد عشرين سنة كيف هذه بتنعكس سلبياً على كهل المؤسسات الصحية كيف أنت بتقدر تتأمل معاً بليش ما تبدي تتخطط لها من الآن فكان اليوم الثاني مناقشة جميع أمراض تتعلق بأمراض التدخين ناقصنا محمود موقوع السجارة الإلكترونية اللي هو الناس الآن تعتقد أني دخنت سجارة إلكترونية قد أترك التدخين هذا طبعاً مرفوم خاطئ وأنا يمكن أسبب هذا من خلال من بركم الآن أن أقول يا جماعة أن السجارة الإلكترونية حال أي سجارة ثانية الفرق اللي فيها نسبة نكسين أقل بس فيها نسبة مواد سمية والآن فيها أبحاث كثيرة جاية بتثبت أن هذه أيضاً ضارة فهذه كانت تقريباً في اليوم الثاني في اليوم الثالث محمود ناقشنا الأمراض المؤية وأهم شيء تكلمنا عن مبوء السل والسل الجميع يعرفين إحنا بلدنا كالسل مواطنين مع النسل ولكن القادمين محمود على داخل البلد القادمين عبر منافذ الدولة ومرورهم هي حقيقة إشكالية وهذه الآن يعني نستغل الفرصة نحن في هيئة الصحة مع علي حميد القطاني كان عنده توصيات واضحة على أن مبدأ السلامة وسلامة المجتمع من أوائل الأشياء اللي نحن نهتم فيها في هيئة الصحة وإن شاء الله بين الله بيكون لنا مبادرات قوية من هيئة الصحة تعكس الأشياء هذه اللي هي كيف نقي مجتمع الإمارات من هاي الأمراض المؤدي فتم ناقشتها في اليوم الأخير ناقشنا كما يتعلق في أمراض النوم وأمراض النوم ممكن تحدثنا فيها في حلقة سابقة أو ما تحدثنا أو يمكن لازم نتحدث فيها بعدين شهر ولا تكلمنا عن العيادة اللي موجودة كذلك وتكلمنا عن وضوء النوم فهو ناقشنا جميع الأشياء اللي تتعلق فيه أمراض النوم وآخر الدراسات الحديثة وآخر الأجهزة الحديثة والأدوية الحديثة والتشخيصية في كيف علاج أمراض النوم وانتهى تقريبا مؤتمر يوم السبت ظهر بتوصيات تعلقت في معظم الأشياء اللي أنا ذكرتها الآن طيب دكتور أنا عندي رجاء بس مفروض أني يبقى تحت الهوى لكن طالما أنت موجود معايا بس أبغي هذه التوصيات وهذه المعلومات اللي طلعت فيها من المؤتمر لو تزودون فيها ممكن نحن أنصيغه بشكل أو بآخر لتوعية الجمهور بكل النقاط اللي أنتو طرحتوها في هذا المؤتمر أستاذ محمود فيه تنسيق قردي صاير بيني ومع قسم الإعلام في هيئة الصحة على أساس أن صياغتها بشكل واضح بحث أن المجتمع يقرأها بشكل سليم وبشكل أسهل بالنسبة لنا إن شاء الله بنطلع فيه خلال يوم يومين بإذن الله الله يسعدكم إن شاء الله يوفكم دكتور بسام محبوب استشاري ورئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى راشد ورئيس المؤتمر الخليجي السابع لأمراض وجراحة الصدر تحدث إلينا عن هذا المؤتمر دكتور عندك كلمة أخيرة في 30 ثانية توقيت ضيفة والله أنا بس أحب أن أأكد على أن دائما المؤتمرات والصرف هذا كله ما يصح إلا لما يكون في توعية قوية جدا نحو حياة صحية سليمة فأدعو للجميع لترك التدخين وترك مجالسة المدخنين في السن أصغر لأنه قد يكون من السهل تجنب أمراض كثيرة جدا تقينا وتقي المجتمعها فقط النصيحة لبس اللي حب وصلها شكرا جزيلا دكتور بسام محمود حياك الله أخي محمود يا هلا إذن مثل ما ذكر دكتور بسام مسألة التدخين عند الأطفال تراها مسألة يعني بدأنا نلاحظ هذه الظاهرة تتفشى بشكل أو بآخر هناك الكثير يعني لنشوفهم حتى ونحن نمشي يعني في السوق ولا في الشارع ولا كذا نشوف أطفال ياسين يدخنون يعني مسألة خطيرة جدا هنا أسأل وين يعني الرقابة من قبل أولياء الأمور وين الرقابة من المدرسين يمكن اليوم هما مثل ما قال الدكتور ما يشوفون النتائج لكن مستقبلا بتكون النتائج وخيمة إذا ما استمر هذا الحال بشكل أو بآخر وأنا مراي يعني إن شاء الله يا رب يوصل قانون يمنعون التدخين تماما في الإمارة إن شاء الله يا رب بالعكس حتى المدخنين ممكن يتركون عموما فاصل وما نرجع مرة ثانية لكم على موضوع وايد جميل موضوع نتحدث فيه عن تغييرات حقيقة وإعادة هندسة للقطاع الصحي بدبي فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة والذي يأتيكم من خلال التعاون الوثيق ما بين هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم إذاعة نور دبي مستمعين قبل الفاصل قلنا بنتحدث عن موضوع مهم جدا اليوم استحدثت هيئة الصحة بدبي ومون باليوم يعني بس نقول اليوم يعني حاليا استحدثت هيئة الصحة بدبي وحدة تنظيمية فائقة التخصص تحت اسم المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي هذا المكتب يهدف إلى ضمان ودعم عمليات التحول المطلوب وإعادة هندسة القطاع الصحي بدبي على الوجه اللي نتمناه والوجه المرجو وضمن ما هو مقرر ومستهدف ووفق المسارات والبرمجة الزمنية والخطط التشغيلية المعتمدة واضح؟ إذن ما نتكلم عن هذه الوحدة التنظيمية الجديدة وأيضا يسرنا أن يكون معنا في الستوديو رئيس المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي الدكتور محمد الرضا وهو أيضا مدير إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية في الهيئة دكتور يعني المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي دعنا نتحدث عن هذه الوحدة والمهام المنوطة بهذا المكتب ماشاء الله عليك كفيت ووفيت أخي محمود بس أنت وايد فخمت الموضوع وكبرته ماشاء الله عليك المكتب مهامة جدا بسيطة المكتب عنده استراتيجية لهيئة صحب دبي يجب تنفيذ الاستراتيجية على سنة 2021 بداية من 2016 الاستراتيجية فيها 15 برنامج و93 مبادرة ويجب أن ننتهي منها كلها بنجاح في 2021 طيب بتقول لي شو أهم الوظائف للمكتب صحيح هو الإشراف على الاستراتيجية وتنفيذها بشكل ناجح ولكن أيضا إدارة التغيير اليوم الـ change management مطلوب للكل مش وقت لهيئة الصحة للكل إدارة التغيير هذه اليوم لها أيضا إدارة مخاطر مع التغيير تأتي لأن مش كل حد يحب التغيير صفتنا نحن كأشخاص كأشخاص تعودنا على رذب معين يمكن مش كل حد يحب التغيير طيب كيف نحن اليوم نضمن التغيير بطريقة سلسلة؟ يمكن هنا دكتور بضيف على كلامك للأمانة يعني أنا أشوف دبي كالستثناء كمدينة عالمية حقيقة نقمنا نعشق التغيير نعم والديناميكية تعرف حتى اليوم إشادة لهي الطرق والمواصلات الشوارع دائما في تغييره مش لأننا نحن نبغي نغير ونصعب الوصول من نقطة ألف إلى بعض لكن اليوم الشوارع محتاجة إلى تغيير معين عساس أنه تواكب حركة دبي وبالتالي هيئة الصحة أيضا والهيئات الأخرى أتوقع إدارة تغيير هذا الشيء اليوم مثل ما تفضلت في دمنا في دبي لكن واجبنا اليوم كمكتب تنفيذي في هيئة الصحة للتحول التنظيمي نضمن هذا التغيير بطريقة سلسة وآمنة طيب هني أتحدث عن أهمية استحداث هذه الوحدة في هذه المرحلة الراهنة التي تمر بها الهيئة أو القطاع الصحي يعني عموما حتى في دولة الإمارات دكتور يعني الهيئة من فترة اعتمدت خطتها الاستراتيجية وأطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ناب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الآن أهمية استحداث هذه الوحدة هل فقط لمتابعة البرامج والمبادرات التي تواجدت في هذه الخطة أما هناك بعض الأمور الأخرى نعم من ضمن الأهداف اللي وضعت للمكتب وضع خطط عمل لكل المشاريع لأداء التشغيلية له الإشراف على تنفيذ البرامج والمشاريع الاستراتيجية بطريقة ناجحة تحديد جميع الموارد اللازمة للتنفيذ البرامج تحديد المخاطر في عملية التنفيذ اقتراح وتنفيذ أنشطة إدارة التغيير التأكد من جودة العمل الجودة هنا مطلوبة مش فقط تنفيذ ونقول خلصنا رفع تقارير دورية طبعا اللي مع لي رئيس مجلس جدارة ومجلس جدارة ومن أهم الأشياء اللي بنركز عليها أيضا إشراك جميع الفرق في هيئة الصحة هيئة الصحة اليوم فيها 12 ألف موظف هذه 12 ألف موظف يجب أن يكونون مشاركين معنا في هذا التغيير بالضبط هناك أنت أريد أن تتكلم عن العلاقة علاقة العمل بين هذه الوحدة وغيرها من الوحدات الإدارية الأخرى في الهيئة صحيح دائما السابقين كانوا يتكلمون في الكتب الاستراتيجية عن الكميونيكيشن اليوم نحن ما نتكلم عن الكميونيكيشن أو التواصل فقط نتكلم عن الانجيجمنت اللي هو الإشراك في اتخاذ القرار والتنفيذ أيضا فهني الفرق طبعا هو أنا أقول لك هو إدارة هو علم وهو فن أيضا في نفس الوقت جميل هذا لعب كورة دكتور خلنا نتحدث عن تخصصات فريق العمل في هذه الوحدة وأبغي أنوه أن هذا المكتب يتبع بشكل مباشر لمكتب معالي رئيس مجلس الإدارة المدير العام معالي حميد القطامي نعم من التخصصات اللي اخترت الفريق الطب والصحة إدارة المشاريع متابعة الأداء التكنولوجيا وتقنية المعلومات الاستراتيجية والتمييز بتقولي هذا وايد بيقولك نعم مطلوب لتنفيذ الاستراتيجية اليوم مثل ما قلت لك هو عمل إدارة وعلم وفن أيضا جميل متبعتيبون أقوال؟ على طريق الأقوال أيضا الاحتفال بالإنجازات هذا جدا من المايل ستوز المهمة للمكتب نحن كـ 12 ألف موظفة هيئة الصحة يجب أن نحتفل بالإنجازات هذه كعلى مثل ما هي تحدث يعني في المستقبل القريب يجب أن نحتفل بأول إنجاز وهذا ضروري جدا لأنه أنت تعطي نوع من الفيدباك أو تعطي نوع من المؤشر للأشخاص اللي عملوا معاك أنه صحيح بيكون في نوع من الاحتفال والتكريم لهذه الإنجازات مش سهلة ترى لين 2021 ودارة تغيير أمامنا نحن تحديات معينة وهالتحديات بنحولها إلى بإذن الله مع جهود الفريق إلى نقاط إيجابية بطاقة إيجابية طيب دكتور الآن الفلسفة التي تتواجد في دولة الإمارات بشكل عام وفي دبي على وجه الخصوص هي فلسفة الابتكار وفلسفة التحول الذكي فما نتحدث عن آلية ودوات العمل في هذه الوحدة اللي تم استحداثها ومدى تماشيها مع هذه الفلسفة التي تطرح ويتم تهيئة هذا المجتمع إليها وأيضا مع الممارسات العالمية التي تتواجد في مختلف الدول الدراسات المعيارية انتهينا منها عملناها من شهر ثمانية إلى شهر واحد قبل ما تعرض على سيدي صاحب السنو الشيخ محمد وقبل الاعتماد نتكلم عن الابتكار وأنا أقول لك اليوم من 15 برنامج أول برنامج هو الابتكار في نموذج رعاية الصحية رقم واحد جميل عندنا طبعا إذا بنذكرهم إلى رقم 15 عندنا رقم 2 الوقاية وأسلوب الحياة الصحي الصحة والصحة العامة والسلامة الرعاية الأولية العناية بالأسنان إدارة الأمراض المزمنة مراكز التمييز السياحة العلاجية التمييز والجودة الإدارة والحوكمة القوة العاملة والتعليم الطبي البيانات والتكنولوجيا التأمين وتمويل الصحة الشراكات العامة وخاصة الاستثمار هاي اليوم 15 مشروع وأول مشروع مثل ما قلت لك وأول برنامج هو الابتكار في نموذج الرعاية واستخدام منصات مثل دبي الذكية للرعاية الصحية اليوم جدا سعيد لما قعدنا مع فريق دبي الذكية قالوا لمحمد اليوم نحنا ما نتكلم عن تكنولوجيا نتكلم عن فلسفة وفلسفة نتيجتها إسعاد الشخص 15 برنامج عندنا اليوم يجب أن نصل بنجاح إلى مجتمع صحي آمن وسعيد طيب يمكن نحن أحيانا أني ونبغي نقول عن واحد وايد يهذرب ولا شيء هذا يتفلسف علينا دكتور صحيح هذه فلسفة إيجابية التي تتحدث عنها طيب دكتور قلت أنكم أنتو سويت المقارنات المعيارية مع عدد من الدول خلنا نتعرف على أهم النتائج اللي طلعت فيها أوش وين هذه الدول اللي عملتوا معاها هذه المقارنات وأهم النتائج اللي طلعتوا فيها من خلال هذه المقارنات المعيارية لإنشاء هذا المكتب من الدول اللي تمت مقارنة بها الولايات المتحدة، سنغافورة، المملكة المتحدة، نيوزيلندا، أستراليا وأيضا كان فيه دراسات على مستوى كندا ومستوى كوبا بما أن أنظماتهم شوي مختلفة لكن كان يجب أن نشوفهم أنا أقول لك توجيهات سيدي صاحب اسم الشيخ محمد لما عرضت عليه الاستراتيجية كانت له نصايح معينة هذه النصايح أولها الطاقة الإيجابية أنصحكم بالطاقة الإيجابية أنصحكم البحث الطبي طبعا أرضت عليه أو فجوات معينة في القطاع قال أنصحكم بسد هذه الفجوات وبسرعة وأهمها الوقاية الوقاية اليوم الوقاية مثل ما شفت أيضا وذكرت أن وزارة الصحة تم تغيير مسماها إلى وزارة الصحة والوقاية ووقاية المجتمع صحيح فهذه اليوم كلها توجيهات سيدي صاحب اسم الشيخ محمد واضحة في التنفيذ وواضحة في الأولويات استخدام التكنولوجيا أيضا نص عليه ووجهنا فيه سيدي سمو الشيخ حمدان محمد براشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لحبه وشغفه في التكنولوجيا شفت عرض نابض وعرض سلامة سمو الشيخ حمدان كان جدا مولع بالتكنولوجيا وهذا جاء كمشروع أو مشروعين ضخمين على مستوى الإمارة تحول إيجابي للبيانات التي بتخدم الفرد والمريض مش أي فرد نحن اليوم نتكلم عن مريض هذا المريض سعادته واجبنا خدمته واجبنا تسهيل حياته واجبنا جميل طيب دكتور يعني من بين الأمور اللي نحن نتحدث فيها دائما في القطاع الصحي الآن يعني قبل الفاصل كنا نتكلم عن دكتور بسام على بعض المخرجات أو التوصيات اللي طلعوا فيها من خلال مؤتمر الخليجي لأمراض الصدر هناك تحديات كثيرة تواجه المجتمع تواجه صحة المجتمع الآن أنتو كمكتب تنفيذي للتحول التنظيمي كيف ممكن تدعمون مثل هذه التوجهات بمعنى هناك مرض من الأمراض قد يكون منتشر وفي لها أو ليش نروح نروح على موضوع التدخين مثلا كيف أنتوبة مارسون هذه الفلسفة اللي طرحتها في هذا المكتب لدعم مثل منكافحة هذه الأمراض أو هذه الآفات التي قد تصيب المجتمع بشكل أو بآخر التدخين له برنامجين برنامج الوقاية وأسلوب الحياة الصحي وبرنامج الصحة العامة والسلامة فبيكون التاكلينج أو بطريقة أنت تحب كرة القدم التاكلينج بيكون الوقاية وأسلوب الحياة الصحي والصحة العامة والسلامة بحيث أنه توجد له مبادرات لتخفيض التدخين ويجب أن نطمح اليوم إلى مؤشرات أداء قوية في التدخين لأن مثل ما تفضلت مع الدكتور بسام أنه اليوم التدخين آفة ومن زمان ويمكن تظل لكن طيب نحن شو تأثيرنا في هذا الشيء مؤشرات الأداء يجب أنها تكون جدا مميزة وجدا عالية بحيث أنه اليوم نجهد أنفسنا في تخفيض التدخين طيب هني دكتور بتكلم عن نظرتكم المستقبلية في ظل الاستراتيجية التي تتبناها هيئة الصحة في دبي شوف سيدي صاحب الشيخ محمد لخصك إياها سعادة الفرد اليوم نحن ما بنوقف لما نشوف أن الشخص سعيد وراضي على هيئة الصحة في دبي الوالد الوالدة أبنانا أحفادنا باتر يكونون سعاداء بالخدمة المقدمة لهم من قبل هيئة الصحة في دبي اليوم الصحة تدخل في جميع مناح الحياة والصحة تاج على رؤوس للصحة طيب والصحة استثمار أيضا أنا استثماري اليوم عن طريق هيئة الصحة في الشخص بحيث أنه يكون صحيح نحن اليوم ما بنخفي السكري بطريقة ما بنوصل إلى صفر بالمئة في بعض الأمراض لكن هذا الشخص المصاب بالسكري كيف أنا أجعل منه شخص برودكتف أو ناتج مع وجوده سكري بس هو شخص صحي وسعيد ومنتج صحيح اليوم أنا إياه للستوديو وقفت عند الإشارة وشفت واحد من ذوي الإحتياجات الخاصة قاعد يطوف الشارع بالكرسي ماله لوحده ما في حد معاه وكان لابس قميص لشركة آيتي معروفة فمبين أنه هو موظف أصلاً وشخص منتج وشخص منتج ونازل من المترو عند المحطة نازل من المترو ورايح يمكن يغير اللاين ممكن يتوجه إلى ميتنج مش عارف بس الفكرة وين دكتور أنت ذكرت شغلة وايد مهمة هي الطاقة الإيجابية هذه توصية من سيدي صاحب اسمه شيخ محمد ذكرت أنه قال أوصيكم أول توصية بالطاقة الإيجابية إذن وجود مثل هذه الطاقة الإيجابية دائماً حتى أحياناً ممكن الواحد يعني أنا ما أبغي أتكلف في هذا الموضوع بشكل سلبي لأن أبغي أطرح المسألة بإيجابية في حقيقة الأمر أنا إذا شفت سلوك معين أو خدمة معينة قعدت في دني بتكلم عنها بإيجابية إذا شفت خدمة أنا مش راضي عنها أيضاً بتكلم عنها بإيجابية مش الإيجابية أني أنا أقول أنه ما عندي مشكلة لا أنا بتكلم عنها بإيجابية بمعنى أني أنا لما بطرح هذه الخدمة ضمن بحطها تحت المجهر لا بتكلم عن الجوانب الإيجابية التي يمكن أن أطور من خلالها هذه الخدمة إذن هي ثقافة مجتمع صحيح صحيح والانتقاد ما طلوب بس الانتقاد الإيجابي بحيث أن نوصل معاً إلى حل التحديات رح تطلع والتحديات أمامنا كبيرة ولكن كيف نحولها إلى مثل ما يقولون نتعلم منها صحيح ونحلها مع بعض بالضبط وهنا ما نوصل إلى هذه الرؤية الجميلة لوجود مجتمع سعيد صحيح صحيح وسعيد وبالضبط والسعادة هذه مو بشغلة مستحيلة لا لا هدف نبيل ولكن مش مستحيل مش مستحيل أبداً دكتور لأن المسألة يتم قياسها صحيح في معايير معينة وواحد ممكن يوصلها وأنا أقول لك تبيل يوم من أول مدن التي إذا اشتكيت على الباركينغ بتشوف حد رد عليك صحيح حط في تويت حط في تويتر حط شكوى على باركينغ أو أي شيء تختاره بتشوف أنه في حد تواصل معاك ورد عليك صحيح حتى في هيئة الصحة نعم ما شاء الله يعني الشكاوى ما توقف لا وهذا شيء صحي وهذا شيء صحي نعم شيء صحي جدا يعني بالأكس نحن نقيس الشكاوى ونقوم بتحليلها بحيث أن ننفذها بنجاح صحيح طيب نحن بعد برنامجنا مفتوح لكم مستمعين اللي يبغي يعطينا طاقة إيجابية من خلال الملاحظات اللي ممكن يوجهها للبرنامج وأيضا من خلال المداخلات اللي ممكن الواحد يحطها في هذا البرنامج ونتمنى دائما يعني هذه المداخلات إذا كانت موجودة أن الواحد يوصل إلى الـ point على طول أو النقطة اللي يبغي يطرحها فالبرنامج منكم وإليكم ونحن مستعدين لاستقبال كل الملاحظات والشكاوى والآراء اللي ممكن تصب في المصلحة العامة دكتور نحن تقريبا باقلنا دقيقة على الختام كالعادة طبعا أنت مش أول لقاء معايا تعرف أني أنا بترك لك الكلمة الأخيرة اللي تبغي توجهها يمكن نسيت بحور من المحاور طالعا أمريك لا كفيت وفيت بس اليوم نتكلم عن إدارة التغيير أنا شخصيا أحب أتكلم عن التحول الاستثنائي اللي هو مطلوب دائما ويمكن حياتنا اليومية في ظل قيادة سيدة صاحب اسمو الشيخ محمد أصبحت استثنائية والاستثناء يعني مش أننا نحن بنترك الشيء السلبي وبنركز على الشيء الإيجابي لا بنركز على الأثنين وبنحول السلبي إلى إيجابي لكن كيف شخصياتنا اليوم تكون شخصيات استثنائية تعمل لحكومة دبي تعمل للقطاع الخاص في إمارة دبي اليوم طاقتنا الإيجابية مطلوبة في ظل التحديات الموجودة وكيف نحن اليوم بنحول هذا التحدي إلى شيء نتعلم منه نحلم مع بعض محتاج إلى شخصيات استثنائية صحيح دكتور محمد الرضا مدير إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية في هيئة الصحة في دبي ورئيس المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي نحن شاكرين لك هذا التواجد نتمنى لكم التوفيق في العمل على تطوير جميع الأمور الخاصة بالقطاع الصحي بإمارة دبي شكرا جزيلا شكرا لك أخو محمود إذن مستمعين قبل لا أختم أنا بعد بضيف لكلام الدكتور محمد أن يا جماعة الخير الطاقة الإيجابية منبعها في الأساس من ذات الشخص دائما الإنسان في ذاته إذا كان هو إيجابي بيعكس هذه الطاقة بشكل إيجابي على الكثيرين مثل ما يسويني المخرجة الحين أختم أختم فهو إيجابي يبخيني أختم فأنا بكون إيجابي أكثر منه وبقولكم يا جماعة الخير إن شاء الله باتر عندنا حلقة يديدة في نفس الموعد برنامجا مثل ما تتعرفون من الساعة 10 لساعة 11 على نور دبي نلقاكم على هذه الساعة الإذاعية لطرح مختلف المواضيع التي تعنى بأشياء الصحي في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وإيضا على النطاق العالمي كذلك إذا ما كانت هناك المواضيع التي تستدعي هذا النطاق عموما في الختام لا أملك إلا أن نتوجه بشكر جزيل لمخرجنا أيما سرحيل وإلى لغة سارة في التنسيق وإلى فريق الإعلام في الإعداد وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم في الغد إن شاء الله نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي